اشتبع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد جون كاري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرية وقد رحب معالي وزير الخارجية بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة معربا معالي عن اعتزازه بتلك الزيارة المهمة التي تأتي في مرحلة فاصلة تمر بها المنطقة وتتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون بين الجميع لأجل تجاوز هذه المرحلة بتحدياتها وتهديداتها والوصول لمرحلة أكثر استقرار والزهار لجميع شعوب المنطقة واشهد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية على كافة الأصعدة والسمراء التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعزز المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين وبما يصب في صالح إرساء الأمن والسلم والتسوية الشاملة ليازمات المنطقة ونوها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى همية استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولية البلدين لتبادل وجهات النظر والتشاور حول كل ما يتعلق بعلاقات الصداقة القائمة بينهما وسبل تطويرها وتعزيزها إلى أفاق أرحب كما أكد سعادة سيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة لدى حضورها الاجتماع على ضرورة الاستمرار في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة بالنظر إلى الرغبة المشتركة والفرص الكبيرة المتاحة وفي ظل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الصديقين التي تشكل إطارا مهما ومحفزا قويا لدفع العلاقات بين الجانبين من جانبه أكد معالي سيد جون كيري التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت بتوسيع مجالات التعاون وتعزيز أطر التنسيق مع مملكة البحرين في مختلف المجالات مشيرا إلى حرص بلادها على الارتقاء المستمر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع البحرين بما يعود بالنفع على البلدين ويدفع بعملية التنمية الاقتصادية متمنيا للمملكة المزيدة من التقدم والنمع كما جرى خلال الاجتماع سأراد القضايا المطروحة على جدول عمال الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية الولايات المتحدة إضافة إلى أهم المستجدات على الساحتين الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك هذا وقد تم عقد مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع بين معالي وزير الخارجية ووزير خارجية الولايات المتحدة اشتركوا في القناة